ومع كلمة الواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم يطيب لي أن أرحب بسيادتكم في منطقة شرق العوينات جنوب غرب الجمهورية بناء على توجهات سيادتكم بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان وخصوصاً المحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى تقليلاً من فاتورة الاسترات تلك كانت هي المحدد الرئيسي لمهام الشركة والتي تتمثل في الآتي استصلاح الأراضي الصحراوية الزراعة التصنيع الزراعي استصلاح الأراضي الصحراوية إجمال يا فندم المساحة المستصلحة حتى نهاية عام ٢٢٠٠ ربعمية وستين ألف فدان كالتالي في منطقة شرق العوينات إجمال المساحة المستصلحة ١٩٠ ألف فدان ودي يا فندم تمت على مرحلتين المرحلة الأولى من سنة ٩٩ حتى سنة ١٢ وكانت ٨٠ ألف فدان في منطقة سمناها عوينات واحد من عام ١٤ حتى نهاية عام ٢٢ تم إضافة ١١ ألف فدان في المنطقة عوينات ٢ وعوينات ٣ كما تم إضافة يا فندم ما يزيد على ٢٠٠ ألف فدان في كل من الفرفرة وعين دالة ٢٠٠ بدأ مشروع ٢٠٠ في يناير ٢٩٧ وكان مخطط الإنتاء منه في يناير ٢٠١١ أي ٢٠ عام يا فندم وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتم تكليف الشركة بالعمل في مشروع توشكة في يناير ٢٠١ أيضاً وبدأت مسيرة العمل وبنهاية عام ٢٢ فندم بلغت المساحة المستصلحة ٢٥٠ فدان والمميزة باللون الأخضر كما تم إضافة يا فندم واليوم ١٤١ خمسة تم إضافة ١٠٠ ألف فدان أخرى لتصبح إجمال المساحة الآن في توشكة المستصلحة ٣٥٠ ألف فدان المستهدف يا فندم في عام ٢٣ في منطقة شرق العوينات بإذن الله يا فندم سيتم إضافة ٣٠ ألف فدان في المنطقة المميزة باللون الأخضر وبكده تكون العوينات ٢٢٠ ألف فدان وفي توشكة مخطط يا فندم إضافة ٢٠٠٠ ألف فدان كالتالي في منطقة توشكة ٤ وبواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المنتظر إضافة ما يزيد على ١٠٠ ألف فدان وفي توشكة ٣ من المنتظر إضافة ١٠٠ ألف فدان من الشركة الوطنية للمأولاد أيضا يا فندم لمرحلة الثانية من مشروع الطمور وبكده يا فندم في نهاية هذا العام بإذن الله ستكون توشكة توصل ١٠٠ مليون فدان تقريبا أما الشركة بالكامل يا فندم فهتكون وصلت ٧٤٠ ألف فدان المستهدف عام ٢٤ شرق العوينات المنطقة يا فندم شمال غرب العوينات المساحة دي مساحتها ١٤٨ ألف فدان عن طريق وزارة الرأي يا فندم جاري حفر أبار اختبارية في المنطقة لكن إحنا يا فندم من خبرتنا في المكان متوقعين بإذن الله المنطقة دي المية فيها أفضل من المنطقة اللي في الشرق ودي يا فندم هتدي معانا ٦٠ ألف فدان ونسميها عوينات أربعة وبكده يا فندم العوينات هتكون ٢٨٠ ألف فدان في نهاية ٢٤ أما توشكا المنطقة يا فندم بإذن الله توشكا ٥ تم استطلاع المنطقة يا فندم تم تصنيف التربة لها إجمال المساحة الصالحة للزراعة ٢٨٧ ألف فدان لكن يا فندم هنزرع ١٥٠ ألف فدان فقط وبكده هتكون توشكا ٢٤٤ من ٦٠٠ ل ٦٥٠ ألف فدان وإجمال الشركة بالكامل يا فندم هتوصل ١٠٠ ل ١٥٠ ألف فدان تنفيذاً لتوجهات سيادتك يا فندم تم توجيه دعوة لطلبة الجامعات لزيارة المشاريع القومية ومنها مشروع توشكا ٢٠ الزيارة دي يا فندم كان لها أثر طيب جداً في نفوس الطلبة وأيضاً في نفوس القائمين على المشروع نحن نتمنى يا فندم أن يكون هناك زيارات للهيئات والمؤسسات وأطياف الشعب لكي نسعد جميعاً في المشاريع القومية الزرع إجمال المساحة المنزرعة في المزرع في الشركة ٤١٠ ألف فدان وإحنا مبدأنا يا فندم في الشركة الزرع النظيفة الزرع النظيفة بمعنى أن مدخلات الزرع بالكامل لابد من المرور على مراكز البحوث الزرعية وإدارة التقاوي وعشان كده يا فندم إنتاج المزرعة إنتاج متميز في جميع الزرعات إجمال أنواع الزرعات يا فندم للشركة بتزرعها زرعات استراتيجية وبأي أنواع متعددة من الزرعات الأخرى القمح جاري يا فندم الآن حصاد ما يزيد على ٣٠٠ ألف فدان أمح في شرع العوانات ١٤٦ ألف فدان وفي توشكة ١٥٠ ألف فدان وفي عين دالة ٤٠٠ فدان وفي الفرفرة ٤٥٠٠ فدان وهذا فندم بحقنا إنتاجية من ٧٠٠٠ إلى ٧٥٠ ألف فدان ٤٠٠ فدان أيضا فندم المستهدف هذا العام إضافة ٢٠٠ ألف فدان وهذا فندم عن طريق في العوانات ٣٠ ألف فدان وفي توشكة ٢٠٠ ألف فدان ستصبح إجمال المساحة يا فندم ٥٠٠ ألف فدان وده حالي إنتاجية ما يزيد على ١٠٠ طن أمح مشروع الطمور ما تم زراعته يا فندم حوالي مليون ونص نخلة جاري تنفيذ وتجهيز المساحة المتبقية إحنا يا فندم دلوقتي ضبرنا جزء كبير من الفسال وأنسجة وجاري استكمال التدبير إن شاء الله يا فندم هيتم زراعة فوراً نهو من بعض الأعمال الهندسية وإن شاء الله يا فندم فيه خلال شهر تقريباً إحنا يا فندم في الشركة قمنا ببعض البحوث الزراعية إحنا عندنا مشكلة كبيرة جداً في المياه يا فندم وبنحاول نستغل كل كترة مياه عملنا بحوث في الزراعات التحملية في ترشيد مياه ري الأصب في ترشيد مياه محصول القطن ري محصول القطن وأيضاً بعض الزراعات الأخرى الزراعات البحثية يا فندم في الزراعات التحملية هذه يا فندم هتحق لنا إذا قلنا يا فندم الشركة هتزرع السنة دي 530 ألف فدان في الزراعة العادية إحنا إن شاء الله يا فندم هنضيف 20 ألف فدان أخرى تانية فوق ال 530 وهيكون إجمال بتاعنا 550 كالتالي الفكرة يا فندم بدأت بإزراعات التحملية في مكان فاضي في مياه فيها إسماد دي ما استغلهاش المساحة المنزرعة حتى الآن مليون ونص نخلة تقريباً فإذا المساحة اللي أنا ضفناها بهذه الطريقة 350 الفكرة طورت وقلنا فيه فواصل بين النخيل وبعضه أو بين الفكهة وبعضها أياً كان فليه ما زرعش فاصل أسيبه لخدمة فيه فاصل أسيبه لخدمة وأزرع فاصل التجربة دي فندم جربناها مراكز البحث بالكامل جاءت عين التجربة بعض الجهات الأخرى جاءت عين التجربة وأغرت بسلامتها طالما ما فيش أمراض مشتركة بينها وبين الزرعة الأصلية اللي هي النخل أو أي فكهة حتى نوعية الأمحة اللي طلعت لا تقل جودة عن الأمحة اللي مزروعة في المساحات المفتوحة يبقى كده فندم ضفنا عشرين ألف فدان إن شاء الله هيتضافوا هذا العام بإذن الله أيضاً يا فندم أهلنا اللي بزرعوا قصب السكر ففيه ريب الغمر وفيه استلاك مية فإحنا على مستوى الشركة قلنا طاب ليه ما نجربش القصب السكر تحت جهاز البيفوت وفعلاً جربنا يا فندم وهي التجربة دي في حياتها هي تجربتين تجربة قصب السكر بالشتلات وتجربة قصب السكر بالزراعة العادية كانت النتيجة يا فندم إن احنا وفرنا أكتر من تيلة المية وكمنا اللي يحسوا يا فندم إن الجهات العلمية جاد أقار التجربة أيضاً القطن القطن بيروى غمر ولم يسبق ريه أو زراعته تحت جهاز بيفوت إحنا يا فندم الشركة من ست سنين بنعمل التجربة دي على القطن طويل التيلة والقطن قصير التيلة حالياً بزارة قطاع الأعمال بتنفذ معنا التجربة وبتأكد التجربة للعام الرابع في شرق العوينات التجربة نجحة يا فندم تحت إشراف وزارة الزراعة واقطاع الأعمال وفرنا نفس كمية الماء التصنيع الزراعي يوجد يا فندم منطقة صناعية عندنا نواه لمنطقة صناعية في توشكا ومنطقة صناعية في العوينات في توشكا بدأنا يا فندم بمصنع الخشب MDF وHDF والعمل بدأ يا فندم اعتباراً من 1.5.23 حالي المصنع يا فندم طاقته 400 متر مكعب في اليوم في الحقيقة يا فندم إحنا كانت البداية اللي فكرنا في المصنع كان عندنا مشكلة كبيرة جداً إحنا عندنا إن شاء الله نهاية هذا العام هننتهي من زراعة ما يقرب من 2.5 مليون نخلة يعني كمية هادر كبيرة جداً وإذا كانت تسبب تلوث البيئة ففكرنا إزاي نستخدم ونحول هذا الهالك إلى قيمة مضافة للشركة المصنع ده فندم فعلاً عينة سفرت وتم تصنيع العينة عن طريق الكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة جمعتين شمس تم إجراء جميع الإختبارات وكانت طلعت العينة مطابقة لجميع المواصفات الأوروبية والمواصفة المصرية وفندم الـ MDF هو فندم نفس الخشب اللي هو مجلب به هذه القاعة تلاج العوانات تلاج التقاوي نعملنا تلاج التقاوي وعندنا مصنع لكن الموضوع ليس كده الموضوع يا فندم ستك أمرت يعمل مشروع متكامل نفذنا مشروع متكامل من أول زراعة التقاوي حتى تلاج التقاوي ثم زراعة مرة أخرى ثم التصنيع فإذا المشروع يا فندم مشروع متكامل تلاج التقاوي يا فندم هذه أكبر تلاجة موجودة في المنطقة ساعتها 64 ألف طن كان هناك مشكلة بتواجه المستثمرين عندنا أنها يزرح في العوانات ثم يضع التلاجات أو المنتج في تلاجات في واجه بحري ثم يرجع تكلفة في الصفر في الزهاب وفي العودة وهلك في الزهاب وعالك في العودة نحن جربنا يا فندم التلاجة العام الماضي تشغيل تجريبي وجميع المستثمرين أشادوا بالمنتج التلاجة يا فندم بتبدأ بخط الفرز ثم التلاجات ثم خط التحجيم الخط اللي بعد كده يا فندم المصنع المصنع تقطه 10 طن في الساعة بطاطس نص مقلية زائد 2 طن بطاطس مهروسة المصنع يا فندم مزود بتلاجة 64 طن وأيضا تلاجة المنتج النهائي 6000 طن المصنع يا فندم بيبدأ بخط الفرز وينتهي بالمنتج النهائي وكل الخطوات يا فندم يعاد عليها وبتراجع أكثر من مرة إحنا يا فندم ضبرنا 32 عربية 50 طن للمساعدة في توزيع المنتج الشركة يا فندم حصلت على شهادات جودة في الآتي في الزراعة شهادة جودة في التصنيع شهادة جودة في المعامل الآيزو شهادة سلامة الغذاء زاد يا فندم من قيمة المصنع هو ربطه بشبكة الطرق القومية إحنا فن في العوانات حتى في الفرافرة يا فندم وفي توشكا كنا بنعاني جدا من الطرق وكان في مشاكل في مدخلات الزراعة وأيضا في توزيع أو نشر المحصول بتاعنا دلوقتي يا فندم أصبح عندنا طرق لا تقل جودة عن الطرق في واجه بحري أو المدن الرئيسية أصبح المصنع مربوط بمدينة 6 أكتوبر مرورا بالدخلة ثم الفرافرة أيضا يا فندم المصنع مربوط بأسوان وبمنفذ أرقين مرورا بتوشكا وأكثر يا فندم في محطة قطار سريع بتنشأ حاليا في منطقة توشكا وده يا فندم هيساعد في قدوم الموظفين وفي أيضا في التسويق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نعلم تماما ماذا تريد مصر منها إن رجال الشركة عاقدون العزم على أداء مهمهم بكل إصرارٍ وتفانٍ وانضباط عقيدتهم بإذن الله لا مستحيل في تنفيذ المهمة فالشكر كل الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لسيادتكم على المتابعة المستمرة وتوفير كافة الإمكانيات التي تُحقِّق النجاح والتميُّز كما أتوجَّى بالشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدائمة والميدانية وتزليل كل الصعاب عاشت مصر دائما آمنةً مستقرة ودمتم سيادة الرئيس لمصر رمزاً وقائداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً